لا تمر تطورة سياسية في ليبيا إلا وتقابلها أوضاع ميدانية تأتي لتهدد بنسف ما تم تحقيقه فبمجرد اتضاح الخارطة الانتخابية لرئاسية الرابع والعشرين ديسمبر تعلن مفاوذية الانتخابات الخميس تعرض عدد من مراكز توزيع بطاقة الناخبين إلى خروق أمنية موازة مع تعرض مراكز انتخابية للسطو مسلح وسرقة بطاقة الناخبين انحراف يطرح من جديد مخاوف بشأن مستقبل العملية الانتخابية في ظل مشاكل وصعوبات تواجهها المفاوذية لم تخفها عن المجلس الرئاسي ضمن لقاء جمع نائب رئيسه موسى الكوني مع رئيس الهيئة عماد السايح ابدأ القلق من الظروف المحيطة بالاستحقاق الرئاسي في ليبيا وإن كان معطاً بارزاً ضمن استقالة المبعوث الأممي يانكوبيتش فإنه يعزز القناعة لدى رئيس مجلس الأمن الدولية بأن شروط إجراء انتخابات ترقى إلى التطلعات لم تتحقق بعده خاصة في ظل استمرار وجود المرتزقة والمقاتلين الأجانب مع غياب القدرة على إعادة توحيد القوات العسكرية نبرة تشاؤمية قابلتها اللجنة العسكرية المشتركة 5 زائد 5 بإعلان توجهها إلى تركيا وروسيا لبحث ملف إخراج المقاتلين من الأراضي الليبية وهما أبرز الأطراف المعنية بشكل مباشر بهذا الملف وأمام التطورات الميدانية الحاصلة لا تبرز معطاية واضحة أيضاً حول قدرة ترجمة تلويحات فرض عقوبات على معرق لمصار دعم الاستقرار في ليبيا إلى إجراءات ملموسة من شأنها المساهمة في فرش البساط أمام موعد الانتخابات